الله أنت ولينا فكلنا عند الرجاء فما لنا رب سواك نرجوه ليقبل الدعاء فمن يا رب فمن يا رب الناس علي واجزل يا ربي بالعطاء اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم أحبتي في الله ورحمة الله وبركاته وحقيقة عندما نأتي إلى هذا المشهد الإلهي الذي نمر به حقيقة إنما نأتي إلى صورة جميلة في حديث أن موسى عليه السلام على نبينا وآله وعليه صلوات الله وسلامه عليه موسى كان كلم لله تبارك وتعالى فكان في مناجاته مع الله سبحانه وتعالى يقول له يا رب أحب أن أرى أحب خلقك إليك كان طلب رغبة في قلب موسى أن يرى أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال له اذهب إلى القرية الفلانية فإنك ستجد أحب الخلق إليه أيضا استجابة إلى هذا الطلب ذهب النبي الكريم موسى إلى تلك القرية وأخذ يتجول في تلك القرية قرية خاوية على عروشها نزل فيها البلاء العذاب الإلهي شملت بالعقوبة الإلهية قرية بتمامها خاوية والبيوت خاربة والناس كلهم موتى إلا رجل واحد فوصل إليه موسى عليه السلام فوجد رجلا أجذما أبرصا معاق أيضا ليس له بصر وهو في نفس هذا الوقت يسبح الله سبحانه وتعالى ويهلله ويمجده ويقول يا بار يا ودود يا بار يا وصل فسأله موسى عليه السلام من أنت وماذا تفعل في هذا المكان قال أنا كنت من المشمولين بالعذاب الإلهي ولكن الله سبحانه وتعالى نجاني من هذا البلاء من هذا الوباء من هذه الكارثة السماوية التي نزلت طبعا هناك سبب هو ذكر الله سبحانه وتعالى قال أنت على هذا البلاء وهذه المصيبة العظيمة التي بها تذكر الله وتمجده وتسبحه قال نعم قال لقد دعوت الله تبارك وتعالى أن يريني أحب الخلق فأنت من أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى هذا أنموذج في كيفية التعامل مع البلاء والوباء النازل من الله سبحانه وتعالى يقول تبارك وتعالى وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي فهناك أمور تصلح العبد الله أعلم بها فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرضى بقضائي أكتبه في الصديقين عندي أكتبه في الصديقين عندي إذن يريد من المولى تبارك وتعالى أن نصبر على البلاء وأن نشكر في البأساء والضراء أسأل الله سبحانه وتعالى الشكر والعافية ودوام العافية وأن يخرجنا من هذا الإبتلاء إن شاء الله تعالى بأمن وأمان وبركة وعافية ببركة محمد وآل محمد الله أنت ولينا فكلنا عند الرجاء فما لنا رب سواك نرجوه ليقبل الدعاء فمن يا رب فمن يا رب الناس علي واجزل يا ربي بالعطاء ترجمة نانسي قنقر